السلام عليكم أخوان المتابعين احنا سهلا بكم ذبول أوراق الشجر يكون بمشكلة متعلقة بالتربة والجذور حيث أن العطش الشديد أو الري الشديد والكثيف يسبب اختناق للجذور مما يؤدي إلى ذبول الأوراق كما أن زيادة الري تسبب أيضا أمراض فطرية خاصة في الترب الحمضية مثل تربة البتيموس وهذا تعرض له أشجارنا الداخلية عند حدوث ذبول في أوراق الشجر الداخلي وتلاحظ أن التربة غدقة بالماء فعليك إخراجها في الشمس في فصل الصيف في أول النهار وآخر النهار وأما في الشتاء ففي أي وقت لمدة ساعتين حيث يحصل للتربة تهوية وجفاف سريع لزيادة الماء المختنقة بالجذور كما نلاحظ في هذه الشتلة التي أسقاها أحد الأطفال أدعو الله فتسبب على طول بذبولها من اليوم التالي وأيضا سرعة اقتلاع جذورها من التربة وتقصف الأوراق فهذا يدل على أن الأوراق قد اختنقت والأكسجين ضعيف جدا في التربة والحل كما نشاهد في شربة المنزل في النافذة ساعتين ثلاث ساعات ثم ترجع وتكرر هذا كل يوم حتى تعافي الشتلة بدون رأي مطلقا وشكرا لكم والسلام عليكم